أحمد حلمي جميل جميل هو هادي وفنان بيرسم طحفة يحب الرسم هايل يحب الفنانين يعني هو دايما كده في وقت فراغه على طول معاه ألم ويرسم على دفت الرسم في حوال يعني حاجة فكريها موقف حصل في الفيلم مثلا ذكرى أنت مش نسيها أثناء ارتباطكم مع بعض في العمل بوسي الكيميا كانت حلوة أو إيه وكان أول تجربة حقيقية بالنسبة لي كممثلة وكان الله يرحمه الأستاذ محمود الفشاوي اللي هو برضو كان قصته شبيه بقصتي برضو هو لما خد سنوية عم راح أقدم في فنون مسرحية ووالده راح سحب الورق وقدموله في كلية التجارة فكان نفسه يمثل جدا فإحنا كنا زي عيلة كبيرة وطبعا يعني أن أول عمل كبير سينما أشتغل مع الأستاذ أحمد نادر جلال اللي هو أنا بعتبره يعني السينما بتمشي في عروقه يعني يعني جينات ورصية متقدمة طبعا أكيد غير هو يعني يعني متعلم من والده طبعا يعني فاهم كل حاجة والد والجدة جدة كله العيلة كلها ما شاء الله العيلة يعني آف لا أحمد وأحمد عزيز علي أو صراح يعني أحمد نادر جلال وتعلمت منه كتير عن دور الممثل في العمل الفني يعني دي حاجة مهمة جدا والنصيحة دي زي حلقة في ودني من ساعتها إن إحنا أدوات للمخرج وإن المخرج هو المسؤول المسؤولية كاملة عن العمل ككل هو زي الماسترو وإحنا عازفين مختلفين الفرقة بالضبط